سيراميكا كان عانى من إصابات عديدة يمكن هي كانت من أسباب ضياع بعض النقاط في آخر ست مباريات في المسابقة قبل التوقف إيه أسباب الإصابات اللي تعرض لها اللاعبون نعم ما كانش عندي إصابات كتيرة زي ما حدرتك بتقول لك عندي عندي طريق سامي اللي في الصباح عنده تكسر وعمل العملية ناس تانيين برضو أصيبوا إصابات بس ما كانتش إصابات خطيرة يعني لكن ما كانش عندي إصابات كتيرة زي ما حدرتك فاكر يعني في الدور الأولاني ما كانش الفرق عارفين عن في طريق لعبنا وما بدأنا ندرس الأوضاع وندرس كل الفرق الثانية بدأنا نبدأ نكسب نقاط بعد كده وعرفنا الحقات اللي نقصانة والحقات اللي نحن نشتغل عليها ما شكراً لكي نحن نشتغل عليها وما كانش عندي إصابات نفس الحظ بتاع الدور الأولاني طبعاً